أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على اختيار الأكفأة والأقدر من المتقدمين في اختبارات المعلمين طبقا لتوجهة الرئيس عبد الفتح السيسي وخلال استعراضه تقرير رئيس جهاز التنظيم والإدارة عن استعدادات بدء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلم شدد مدبولي على أن مركز تقييم القدرات والمسابقات يظل آلية محوكمة ومنضبطة تضمن تحقيق العدالة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتبدأ الاختبارات في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري حتى الرابع عشر من ديسمبر القادم لاختبار ستين ألفا وسبامات وتسعة عشر متقدما وذلك لشغل عدد أربعة عشر ألفا وتمانمائة وثلاثة عشرة وظيفة معلم مساعد فصل حيث يبدأ الجهاز اختبار المتقدمين من محافظة القليوبية الثلاثاء القادم وينتهي بالجيزة والقاهرة